فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل بسبب اشاعات بسبب منافسين او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية وهاي الخسارة مؤثرة عليك بشكل كبير هاي للناس اللي يعدهم شراكات او يعني يعدهم عمل خاص بهم اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شي قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة بدا تحس نفسك مقيد او عندك لمة معين للمصاريف بدا تحاول انه تمشي مصاريفك بالعافية يعني شون نقول بالعافية هنا يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذي اتكفيك الاخر الشهر كلنا نعرف انه احنا حاليا بازمة فممكن هاي الازمة المادية مؤثر عليك طبعا الورقة اللي طالع هناك للمار هي ورقة السلم وفوند مقلوبة فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية او حتى انه اتخلي لمة معين للمصاريف حتى ما تحتاج ونفس الوقت تكون يعني شلون اشلون اوصف لك يا هاي انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت او سواء البيت او اذا شنة انت مثلا عندك مسؤوليات تجاه العائلة لان البعض منكم اشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائلة طلعتلي بالاسرة فدا تحاول تساعد فدا تحاول انه تخلي وضعك المادية مستقر حاليا وعندك تفكير كلش كبير بالمادة ومؤثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة فحاولوا انه تفكروني بايجابية شوية خلال الفترة اللي جاية يعني خلوها على الله اشوف اكو مساعدة من شخص من العائلة مقرب من العائلة راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ او ممكن باشي ثاني اذا كانت مثلا رايد وظيفة او شغل خاصة لناس اللي خسروا خسروا شغلهم اشوفوا بسبب اقاويل او حتى خسروا ممكن خسارة مالية اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلع من الازمة اللي هو موجود بها حاليا واللي هي تشمل العمل والمادة بالنسبة للصعيد الصحي اليك يا برج السرطان اللي اشوفه انه انت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الاولى البعض منكم يا برج السرطان طالعي هنا سيناريو موجود انه اكو كلام وصل اليك او انحجة عنك الكلام هذا كان بيظلم وهذا الكلام حاليا اموجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة وهاي الاقاويل او حتى المكالمة اللي اجته او الرسالة تم اثر على صحته بالدرجة الاولى فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير ارق ما يقدر ينام بعض منكم اشوف عنده صدع اما البعض الثاني من برج السرطان اشوف عندك الام بالعظام خلال هاي الفترة حاول انتبه عليها شوية وحاول اذا زادت عندك هذه الالام انه تتجه الى الطبيب باستشارة طبية بس ان شاء الله الامور طيبة يعني لا تخافون الله ينتبه لكم الصحة والعافية بس هي مجرد اشياء ممكنان ينبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء اكبر فالبعض منكم اشوف قللوا من القلق النفس اللي موجود عندكم لان هذا شيء قاعد يأثر عندكم ارق على منطقة الرأس صداع وبسبب قلت لكم اقاويل اكو على برج السرطان اكو ناس دا تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة احضر من هاي الطاقة شوية واحضر من هدول الناس وحاول انه اتخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية لانه ممكن يطلع ليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية بس اطمنان اشوف انه انت قد التحدي فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حاتك النفسية اما بالنسبة للصعيد العائلي برج السرطان اشوف على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن اكو مصالحات مع البعض البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب شخصية الاب او الاخ الكبير بس اشوف اكو مصالحة اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعدة راح تكون اكو شخص راح يقدم مساعدة لكم قلت لكم ايها على الصعيد العامل ايضا شخص من العائلة اشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك به خلال هاي الفترة ولي قاعد اشوفه انه انت راح تقبله هذا الشخص كبير بس ان اشوفه اكبر من عدكم والفترة الجاية خلال يعني ثمانة ايام راح يكون لك تواصل وياه هذا الشخص وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفترة الحالية هسا ننتقل للصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اشوف اوني عندي مقسومة القرارة العاطفية الى نصفين للمنفصلين وصار لهم فترة ولل يعني الناس اللي هسا مرتبطين والبدي بعلاقه هما موجودين فخلي ابلش لكم اول مرة بالناس اللي هما اساسا بعلاقه الفترة الحالية يعني مرتبطين يعني اشوف انه الناس اللي حاليا بعلاقه انتوا قاعد تتعاملون وياه شخص عنيد ممكن يكون اكبر منكم بالسن هذا الشخص او ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن ممكن هو اكبر او انتوا اكبر بس اللي قاعد اشوف انه اكو شخص مغرور متكبر جدا عنيد وهو يحكي بكلمة اوني 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 يعني من النوع اللي صعوب يعبر عن مشاعرك وحتى من يعبر عن مشاعرك اتحس انه اكو بيها غرور يحسسك انه هو اكو منيه بالمشاعر اللي هو دي يقولك ياهر هو هذا الشخص انا اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك هذا لا يمنع انه مشاعر اتجاهك موجودة ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء الكبرياء زايد عن حد الدرجة انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره هو يستحي في يعبر عن مشاعر الشخص ممكن هذا شخص من النوع اللي يقولك انا اذا اعبر عن مشاعره وابين ضعف فيه هذا الشخص فهذا الشخص باتشل راح يستغلني راح يتعبني اشوف انه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة وهي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمامه زايد بالناس خلته خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطني شاعر يعني امصدر وجه خشب لناس رغم انه هو اكو مشاعر الداخله البعض منكم اشوف انت وعدكم زعل وياه هذا الشخص صار لكم فترة ممكن ممكن سبعة ايام وشي رقم يعني اكو شي برقم سبعة طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر فهذا الشخص اشوف اذا صار بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلوح طبعا هاي مو للمنفصلين للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك يريد يصالحك هو مقدم لك كاس الحب يريدي صالح ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء هو ده يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي انتظر شوية هو راح يبادر هو راح يجزب مسج هو راح ينطيني اشارة حتى ان يدخل فهو منتظركم هذا الشخص طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية وهو تعبان بحياته وايه هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه فله السبب هو يشوف الناس بطرف عينه يعني هو من يباوع حتى هذا الشخص تحس يباوع بطرف عينه وممكن ايضا يكون هذا الشخص من البرج الحمل اللي انتو تتعاملون ويهمينه اذا كنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالع فهو كل شي معظم نفسه يعني هو شي كل شي يزيد عن حدا ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينة بس انو من يواصل للمرحلة انو يستحي في كل مشاعر ما يعبر عنه فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مؤثر عليه بحياته او مر بعلاقة فاش لو هنا همي ايضا طلع لانه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاش لا ضيع بيها وقت اضيع بيها تعبه وثم ولكن الطرف الثاني الجاذب انو ممكن خذله او خيه بظنه فهذا الشي اللي نخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية نخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا بكل الاحوال البعض منكم طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية لانه هواي ناسي قتبولي بالتعليقات انو القراءة عكسية قراءة عكسية ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية ممكن تكون انت الشخص الياني داحتش علي و اقول شريكك انتو ادرا انتو تعرفون اكثر لانها قراءة عامة فمستحيل تنطبق عليكم كلكم تنطبق علي جزء من عدكم فقط يعني ممكن تنطبق مسبة خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة بس ما راح تنطبق مئة بالمئة علكم هاي بالنسبة للبعض الاول اشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين اكو صلح بعد تباعد صارت بيناتكم وممكن صارت لكم سبع تيام او ممكن اكثر يعني الله اعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر ان هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره واخيرا بعد فترة بعد تعب بس ما اشوفها هتجيب طريقة مباشرة راح يبلش خطوة خطوة هو ميحب مو من النوع دي يحب التسرع هو شوي في جيل قاعد بمكانه فراح يبلش طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة او منتظر انه انت تدخله بس راح يستسلم اخر شي وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد سواء من ناحية او من ناحية اما بالنسبة للبعض الثاني اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولو تتهربون من شخص صار لكم فترة دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية لانه هاي العلاقة اشوفها مأثر عيكم هواية طلال هاي الفترة دا تفكرون بها هواية ممكن عدكم تخوف او تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة فالبعض من برج السرطان اشوفك دا تحاول تطلع من علاقة اه الشخص هذا ما اشوف الغلط مني مية بالمية اشوف الغلط بيك ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي منفصل طبعا هذا سيناريو ثاني اللي ان قلت لكم هي قسمين القراءة العاطفية يعني ناس طاقة منها طاقة منها فهاي طاقة الشخص اللي انت قاعد تحاول تتهرب من عنده تتسحب منه او ممكن ذا تحس انه هذا الشخص متلاعب وياك اه بس هذا الشخص وجوده بحياتك مو صدفة انت وهذا الشخص الملتقين اه بامر من الله يعني الله هو اللي مسبب انه انتو تلتقون لانه هذا الشخص يريد يعلمك درس اما ممكن برج السرطان يكون سابقا اه كان ظالم احد مؤذي احد بموضوع ما بعلاقة ما فاجه هذا الشخص بطريقك حتى يعلمك درس يسوي بيك يعني هنا اكو كارما داحس اكو كارما بالعلاقة بالفئة الثانية الطاقة الثانية اكو كارما من شخص موجود بحياتك انت دا تحاول تتسحب من عنده انت دا تحاول انه تطلع من العلاقة لان هذا الشخص تعبت بس هذا الشخص اللي دا يسوي بيك ولي وجوده حتى بحياتك انت ممكن تكون مريت بعلاقة سابقة شنة انت قاعد تسوي بشخص الثاني مثل ما هو هسه قاعد يتعامل وياك شنة تتعامل والعلاقة القديمة اللي كانت عندك بنفس الطريقة اللي هذا الشخص حاليا قاعد يتعامل وياك بها فانت دا تحس انه اكو شون الحق قاعد ينرد حاليا او ظلم انت تتحاول عشان الظلمر شخص قاعد يرجع طبعا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت اللي تريد اتعلم هذا الشخص درس او راح يتعلم درس من بعد اه شيء بالماضي عشان مؤثر عليه وتعب هذا الشخص اللي موجود اشوف انه هو اه بالفترة الحالية الناس اللي قاعد تتساحب دا حس انه هذا الشخص بلش ينسحب هو ايضا من العلاقة من بعد ما حس انه انتو قاعد تتهربون منه او تتباعدون يعني شاف طرف الخيط هو سباقكم فدا حس انه هو حاليا منسحب دا يخطط للانسحاب دا يخطط للابتعاد لانه هو قاعد يشوف انه العلاقة اللي بيناتكم ما تستحق المجهود اللي هو قاعد يبدله لان قلتلكم انتو ممكن البعض منكم قاعد يتعامل بطريقة اه مو طريقته الحقيقية وانما طريقة الشخص كان بحياته سابقا وكان يعملك بهاي الطريقة يا برج السرطان فانت قاعد هاي طريقة بهذا الشخص كرد انه ممكن كرامة ممكن نقولها يعني تجهيتي بس هذا الشخص انا شوفه هو طيب قلبه طيب وهو عنده خيبات امل سابقة وحاليا هو مجروح من عندك زعلان لان قتلك هنا حتى بطاقة العامة اكو شخص مستغرب انه مستغرب تصرفاتك ما عنده وضوح هو دا يحسب خسارة فقطن بس ما عنده معلومات كافية هو ما قاعد يعرف شون سبب انسحابك عنها هاي الفترة هو ماك رؤية واضحة عندك انت تارك له طاقة تشويش لازم هذا الشخص يعرف الشي اللي انت دا تسويه هذا شون سببه فالها السبب هو ما اخط طاقة الانسحاب هو دا ينسحب هو دا يخطط انه ينسحب من العلاقة لانه شاف انه العلاقة بينها تكون متعبة هاي بالدرجة الاولى ثانيا دا يحس انه المجهود اللي قاعد يبطلب هاي العلاقة ما راح يجيب نتيجة هو قاعد يستنزف يستنزف نفسه يستنزف مشاعره قاعد يحس انه هاي العلاقة مستنزفه الى صارت فالها السبب هو قاعد يحاول ينسحب حتى ما يحصل للعشر سيوف اللي حصلها سابقا من شخص غيرك فالها السبب هو بلش ينسحب لان يعرف انه العلاقة بينكم راح تنتهي فيحاول انه ينسحب من العلاقة باقل الخسار حتى ما تأثر عليها زايد فللناس اللي ينطبق عليها هذا السيناريو حاول انه تكون واضح ويا هذا الشخص واذا كان هذا الشخص مهم بالنسبه اليك فانصحك انه تترك الانسحاب اللي انت بي اللي تنسحاب التكتيك اللي يمسوي و تروح تحت شوية هذا الشخص تحتي له مشاعرك بصراحة او حتى ممكن لا ترجع له بس انطيه سبب يخليه يفهم انت ليش قاعد تصرف فيها بهاي الطريقة و ليش فيش قاعد تنسحب منه انطيه سبب يقنعه حتى لو انتو مثلا يعني تريد تنفصل منه او انت هذا الشخص ما مقتنع به تماما او ما زلت تفكر بالماضي لان هنا اكو دورة قاعد تنعاد فانت ممكن اكو شخص من الماضي قاعد يلعب بعقلك حاليا وهذا الشخص يكون علاقة جديدة فانت قاعد تعب الشخص الجديد بدون سبب مجرد انه اكو شخص من الماضي رجع يتسحب بحياتك وقاعد يمارس عليك يعني هنانا العاب يعني عقليا ويلعب بعقلك شوية لان هذا الشخص اساسا تشن في التعامله هو متلاعب فانت حاول انه تكون صريح ويا هذا الشخص لا ظلمه لانه اذا ظلمت الكار ما راح تنرد عليك مرة ثانية يعني هذا الشخص اذا انت جرحته راح تنرد لك مرة ثانية انت راح تنجرح ايضا فحاول تكون صريح ويا هذا الشخص حاول انه ما توصله للعشر سيوف لان هو هسا خايف من النهاية اللي ممكن تكون بناتكم وهذا السبب قاعد ينسحب شافك انت منسحب بدي يشوف انه تعبه بالعلاقة ما قاعد يجي بنتيجه وياك انت ممكن معاند ممكن انت مصرعة لانه تنفصل عنه بس بدون سبب واضح انطيه سبب واضح وبعدها نفصل وان شاء الله يعني الله اللي بيخيار اليك يقدمه بس يا برج السرطان نصيحتي اليك وهي القراءة محاول ما تظلم احد ايضا برج السرطان البعض من عندكم انا نسيت اقولها ببداية اكو عندك احباط اكو موضوع صار لأربعة شهر انت منتظر خبر عنه او منتظر ان هم يكمل بس اكو احباط اكو 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 يعني صفحة بحياتك او شيء ما بحياتك انت بتخطط له او منتظره قاعد يصير بي احباطات قاعد يتأخر هوايا كل ما قاعد تحس ان الموضوع اكتمل قاعد يتراجع الموضوع وينتهي يعني يوقف بمكان الموضوع واقف ما قاعد يتحرك مجرد احباط وتأخيرات فهذا الشي هو اللي يمأثر على نفسيتك حاليا اذا كان هذا الشي هو الاساسي اللي يمأثر على نفسيتك فالطمنده يقولك انه حاول تفكر بايجابية للمستقبل والفترة الجاية الامور هتبلش تتحرك وياك بس الموضوع كله محتاج صبر انت عليك فقط ان تصبر بعد هذا الصبر امورك رح تبلش تتحسن تدريجيا ولكن احرص على انه انت ما تظلم الشخص اللي موجود بالفئة الثانية اذا شنت انت من اصحاب الفئة الثانية فحاول لا تظلم هذا الشخص حاول تكون واضح وصريح وياه وتقول له شنو سبب ابتعادك عنه اذا شنت انت شايل منه او زعلان لانه هنا انت انت منسح بهذا انت منتصحب يعني انت زعلان او ممكن قاعد راجعت نفسك وحاسيت ان هو مو شخص اللي انت تدور عليه فصارح بهذا الشي وانسحب من حياته بعدين بهلو كل التوفيق لكم برج السرطان تحياتي لكم وان شاء الله الشهر يعد عليكم بخير وسلامة ويكون احلى من الاشهر اللي قبلها والله يحفظكم وبظل هاي الازمات اللي قاعد نعيشها حاليا وينطيكم الصحة والعافية